اشتركوا في القناة في بداية الاجتماع أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالنهج الاستراتيجي الراسخ لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وعبر نشر قيم ومبادئ السلام والحوار وتطوير منظومة حقوق الإنسان باعتبارها ثقافة أصيلة وثابتة في المجتمع البحريني وأكد معاليه الدعم البرلماني للاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كما ثمن جهود وفد مملكة البحرين خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك من جانبه أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن تميز مملكة البحرين في علاقاتها الدبلوماسية وشراكاتها الدولية وتأصيل مبادئ السلام والتعايش تنطلق من رؤى شاملة ونهج حكيم من لدن جلالة الملك المعظم كما أثناء على الخطط والمبادرات المثمرة التي تنفذها الحكومة الموقرة وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى ذلك أعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجهود السلطة التشريعية ودورها المهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وبمتابعة ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأطلع سعادته ممثلي السلطة التشريعية على مضمون الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لتحقيق مصالح ماء المشتركة وحماية وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي وأضف سعادة وزير الخارجية أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مشاركة إيجابية وفاعلة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وإبراز إنجازاتها على المستوى الوطني وقال سعادته أن اللقاءات الثنائية التي أجرها مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة تناولت تنمية علاقات الصداقة والتعاون وفتح أفاق جديدة لتطويرها وأوضح سعادة وزير الخارجية أن كلمة مملكة البحرين مام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرضت جهود المملكة لتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة وإنجازاتها البارزة في مختلف المجالات ومساعيها السياسية والدبلوماسية لمد جسور التعاون الثنائي وتعزيز الشركات الاستراتيجية وتضمنت تأكيد مواقف مملكة البحرين تجاه التحديات والقضايا المعاصرة وفي ختم الاجتماع أجاب سعادة وزير الخارجية على استفسارات أعضاء السلطة التشريعية التي عاكست اهتمامهم بجهود الحكومة لتنمية وتعزيز علاقات المملكة مع دول العالم لما فيه خير وصالح الشعوب